وخليني أرجع لكابتن فتحي تحديين تالي ممكن يكون بيفكر فيهم مستر موسيماني يا كابتن فتحي أولاً التمرينة كاملة هتبقى تمرينتين بس قبل المباراة يعني أنت عندك 48 ساعة قبل المواجهة تمرينة بكرة وتمرينة بعد بكرة بعد كده تلعب المطش يعني التلاتة كمان مش تمرينة التلاتة يعني ده أعداد بدينا حيات كده خفيفة التمرين الأساسي ممكن يبقى تمرين واحد فده النقطة التانية اللعيبة اللي جاية من مشاركة مع منتخبات مصر وتونس والمغرب إلى حد كبير يعني عملت مجهود بدني كبير جداً للفترة الأخيرة وإلى حد ما ممكن الناحية المعنوية تكون متأثرة سلباً طبعاً بخروج المنتخبات سواء مغرب تونس مصر من البطولة بدون تحقيق اللقب يعني برضو الحاجات دي ممكن بتعمل فارق بتأثر على اللاعبين لكن أحب أقول دي مباراة بطولة واحدة يعني بطولة من مباراة واحدة بطولة كأس السوبر هتاخد كأس أو بطولة بتحسب لك تكتب في التاريخ سوبر أفريقيا من مباراة واحدة فدي سيركز عليها بيتس بيتس ماني في إزاي يدخل على اللعيبة وعشان يعوضوا اللي فقدوا في البطولة الإفريقية البطولة العربية إنهم ياخدوا بطولة ما يطلعوش من قطر إلا ومعهم بطولة وتسائج طروف النفس للبلد يعني هم جايما من قطر هم قاعدوا استنون قاعدين فانتوا قاعدين لأن ربنا أرد لكم إنك هترجعوا بكاس ما رجعتوش بالكاس العربية كنا نتمنى نرجع بكاس هنرجع بكاس الصور الأفريقي وبالتالي زي ما قلت لك التركيز حيكون بيتس ماني مع مجموعة اللعيبة اللي جاية من الثلاث منتخبات سواء منتخب مصر أو المغرب أو تونس حيبقى ما هو إلا إعداد نفسي وبعدين تجهيز للدوافع الجديدة ودعم للدوافع وتنشيط للدوافع إن فيه دوافع تانية انسوا الدوافع التانية اللي كنتوا خطوها لأن الدوافع التانية قاعدوا ست مباريات بيشحنوا فيهم لأنهما أول مباراة ثم تانية مباراة ثم تالت مباراة ثم مبارتين ثم مبارتين المهم كل ده كل لعب فيهم لعب ست مباراة اللي لعبت أو طول لعبت ست مباراة الست مباراة في الفترة القليلة دي كان فيها شحن كتير لأن كان كل برضه مدرب عايز فرقته وتكسب ويأخذ البطولة فالشحن الكتير ده كل ما هو إلا ضغط على الجهاز عضلي النفسي وجهاز النفسي هيأثر على الجهاز العضل فأصبح هما دلوقتي مضغوطين فلازم يعمل لهم الريلاكس اللي هو يقدروا بيه يبقى فيه الريلاكس عشان هما يفصلهم من الناحية دي ثم العزل التام من الناحية دي مش عزل كورونا وعزل كورونا برضو يمشي ربنا السرعة الدنيا بانزا في العالم كله كل يوم بنسمع من ملاعب بتقفل وأندية بتصاب وكمان جزء كبير من مهدد قامة بطولة أفريقيا احنا كنا بكتين كلامنا عنها موضوع الكورونا ده وتخوف الأندية الأوروبية من اللاعبات في الظروف دي طبعا العالم كله مش مصر أو أفريقيا أو قطر فالمهم الحاجة التانية اللي احنا لنا يعني احساسي لها وميديا دفع كتير جمهور الناجل الأهل العظيم شفتوا إزاي استقبلوا وحنشوف إزاي الجمهور ده كله حيروح يوم المباراة وأنا واثق إنه مش جمهور الأهل بس إنه جمهور الأهل وجمهور الزمالة وكل جمهور المصر في قطر حيروح هذه المباراة على أساس يشعر بإنه في حاجة من بلده خدوا بطولة خدوا انتصار يعني هما طبعا أنا حاسس بالناس دي كله هنا في الغربة يعني الواحد فيهم بيتنشع على بطولة بتنشع على كاز يعني الحمد بقول إنه من حسن حظنا أن البطولة برضو في قطر عشان المصريين اللي في قطر إن شاء الله يفرحوهم إن شاء الله مش حيزعلوا وإن شاء الله النادي الآلي حيعوض يعني جزء من حزنهم لأن حزن برضو البطولة العربية كبير المنتخبات غير برضو الآن دي لكن أنا واثق إن شاء الله بإذن الله إن البطولة العربية انتهت وحيعمل لهم الفصل الكامل بيت المسلماني وهو قادر أن يعمل كده لأنه ضرب منتخبات وعارف إنه بيشتغل إزاي فحيبدأ دلوقتي في الإعداد النفسي الأهم ترجمة نانسي قنقر